دقيقة من وقتك خير كريم لنتدبر معا هذه الآيات جزاك الله خيرا الآية الأولى تحت بني إسرائيل على عدم تحريف الحق وخلطه بالباطل وذلك لأنهم يعلمون الحقيقة قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون والآية الثانية فيها توجيه ثاني لهم بالتركيز على أبرز الأعمال الدينية المهمة ألا وهي أداء الصلاة وإتأزكا والانضمام للمصلين الآخرين في خضوعهم لله والآية الثالثة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون فيها توبيخ لهم لكونهم يأمرون غيرهم بالخير وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فهم كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه ولا شك أن من هذا وصفه ليس من العقلاء وهناك أمر مهم في هذه الآية يجب أن نلتزم به وهو أن نبدأ بإصلاح أنفسنا أولا ثم ننتقل بعدها إلى إصلاح الناس الآخرين رحم الله من قال يبدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وإلى الغد بإذن الله